أستاذ عبد الوهاب أمك فهي أم الجميع إن أم الأبطال التي تلد الأبطال أمثال الأستاذ عبد الوهاب حسين وأخوته هذا البطل المناظم جئنا هذا اليوم إلى قبل والدة الجميع الذي توفت ضحية بعد اعتقال الأستاذ عبد الوهاب وبعد منعه عن العلاج وبعد ما بلغ حالته الصحية إلى المأسى هكذا تعود شعب البحرين إلى المناظرين الأبطال سجناء الرأي بالتعذيب النفسي والجسدي وهكذا تعود شعب البحرين سابقا من كل هذه الجرائم التي قامت بها قبيلة آل خليفة القبيلة الحاكمة كانت في السابق وهذه المخفرة تحتوي على جملة من الشهداء الأبرياء من شهداء البحرين على قبور رمزية لأن كانوا بالسابق هذه القبيلة تقتل الشهيد وتدفنه وحيث لا يرى أحد من أهله مجرد تبلغهم بأن قتلنا ابنكم والآن تقتل الشهيد وتحتجز الجنازة وتقمع الجنازة هكذا تعود شعب البحرين من هذه القبيلة الظالمة ونقول لك يا أم الجميع إن ابنك ونقول لك يا أستاذ البصيرة يا أبو حسين يا نور العين إن أمك فهي في قلوب الجميع والشاهد على ذلك تشيع جنازتها فحضرك كل أبناء شعب البحرين لتشيع أم الجميع أنت رحمك الله أيها الأم الغالية العزيزة على قلوب الجميع لن ينساك شعب البحرين ولن ينسا أبنائك فالأستاذ عبد الوهاب ما زال رمزا صامدا وما زال في قلوب الجميع وكل شعب البحرين ما زالت يا أستاذ البصيرة نحييك على صمودك وعلى مشوارك التوين في الجهاد عن أبناء البحرين في حقوقهم المغسوبة من هذه الكبيرة الظالمة حياك الله يا أستاذنا الفاضل ورحم الله أم الجميع أم الأستاذ عبد الوهاب أبو حسين يا نور العين رحمك الله يا أمنا والفاتحة إلى روحها وإدارة جميع شهداء البحرين والمؤمنين والمؤمنات وشكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم